بعد ذيبت أود أن أشير في التقرير الذي تم عرضه لم يتطرق إلى عقوبة الاعدام في القانون الحالي رقم 50 لسنة 2017 فيه أيضا عقوبة الاعدام وفيه المؤبد ما حصل أنه هناك تعديل يعني أكو قانونيا شو؟ نعم موجودة عقوبة الاعدام والمؤبد في القانون رقم 50 لسنة 2017 ولكن قسم فئة الجريمة إلى عدة أقسام لا يمكن أن نساوي بين المتعاطي وبين التاجر الرئيسي وبين الحائز القانون الحالي اعتبر الحائز هو مريض نفسيا ويمكن معالجته في المشافي النفسية هذا الفرق بين القانون السابق والقانون الحالي كل تاجر مخدرات الآن يحكم بالاعدام؟ حسب كمية المخدرات التي تضبط بحوزته اللي تلزمون عندها 30 كيلو نعم مثلا تصل إلى الاعدام حكم عندنا بالاعدام؟ تجار المخبرات منذ تغيير القانون وإلى الآن؟ نعم ولا يزالون ينتظرون تنفيذ أحكام الاعدام بحقهم اشقد اللي ما يتنفذ بحقه أو اللي ما تشم لحق عقوبة الاعدام؟ اشقد تكون الحيازة اللي عندها أو نقلة أو المتاجرة؟ اشقد لازم؟ فصلها القانون بإمكانك اطلاع على فقرات القانون رقم 50 لسنة 2017 أعطاه وفصل ولكن هنا لا يمكن المساواة بين الضحية أنا أحجب على التاجر التاجر حسب الكميات التي بحوزته ما عندك علم بال بإمكان حضرته وإمكان المشاهدين الكرام الدخول إلى المكتب القانونية عن طيق الإنترنت والطلاع على تفاصيل القانون